ساميرا سعيد لأنه حتى عارف أنه عبد نبيس جراريلي ويجيك من العائلة كان هو اللي دعمه في البدايات دياله لذلك أكيد كانت تعرف صوت ليلة البراق واحترام ليلة لك شعرش نأكد على هاد النقطة كيفاش؟ لش ما تعرفت ليلة البراق ويطلعت معه فخلاصين وعافة أنه عبد نبيس جراريلي كيجيك من العائلة ودبا شغان قول لك؟ أنا بغيت تصارع حاليا ما هنقدرش لأنه في غيما أنا براسي ما زال ما فهمتش زع ما صراحة ولكن تصلت بيال زع ما بعد المرور ديالي في البرنامج تصلت بيال فنانا ساميرا بن سعيد غيباش زع ما نحلو هادك سوء التفاهم وفغي ما أنا قلت لها من حقك أنا أنا كنقول المغاربة كاملين ما بقاش في الحال للفنانا ساميرا بن سعيد أو لجنة الكريمة ما داروش ليها من حقهم هادك الاختيار ديالهم هادك هادك عندهم 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 معايير ديالهم عندهم كل واحد عنده حسابات دياله أنا اللي بقى فيها شوية ومنحقي أنا الفنانا ساميرا بن سعيد كتعرف في العائلة ديالي وخاما أنا ما عنديش صلة بها مباشرة ما تلاقينا في عدة فرص في القناة الثانية وفغي ما حيث كان قدرها بزاف عزيتها في دارها في الرباط فش توفات الواليدة ديالها وكالي شرف قدرين انجلس معاك ممكن كتر من ساعة تحدثنا على بزاف الأشياء شفنا أنا سولاتك شنو سميتك معرفت أنا نشوف بوش رغم يديش نقول أشو سميتك هي تعملت معي كأنها أول مرة كأنني أنا مبتدئة وأنا كنقول أنا ما زال مبتدئة وأنا ما زال كنتعلم وأنا وخاها 12 عام رهي والو بس كل الناس اللي دارو 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 انكاغيخ أرا ما داروها شف عشر سنين أنا يرى الله بديت ضيغ لالبوم ديالي في 2017 سميت وعد بدينا أنا الناس اللي ما كيعرفونيش اللي هاجموني في سوشيال ميديا يمكن شباب اللي بقين يلا سميتو أنا عدراهم اللي ما عندهم الشقافة الموسيقية يمكن ما تعرفونيش معمرهم ما شوفوني ده بس سؤال رئيسي ماشي هو علاش ما عرفتنيش ساميرا بن سعيد علاش حنا يا كنخليوا الشباب ديالنا يمشيوا يقلبوا على الفرصة ديالهم خارج المغرب قالوك تشوفوا العالم العربي كله لحط الكاميرا ديالو الاندار ديالو على هذه الطاقات وهذه الموارد البشرية هذا هو السؤال الكبير هذا هو التساؤل الكبير